اه خلينا ندرك احبائي عدة امور لما الله عاوز يتكلم للحكام لازم نعرف انه شو غرض الحاكم شو الغرض من الحكومة بكل بساطة الغرض الحاكم هو الحفاظ على القوانين الحفاظ على العدالة الحفاظ على الاستقامة الحفاظ على يعني عدم الظلم الاجتماعي يكون اب للبلد يعني بيهتم بكل مواطن وكل مواطن له اهميته وكل مواطن يعتبر مثل ابن او بنت لا له يعني بيهتم فيهم بالتساوي شي اخر الحفاظ على حرية كل شخص في كل بلد في ناس بتمارس ديانتها بتمارس ايمانها بتمارس قوانينها احنا الاسبوع اللي مضى ذكرنا عن الجزائر حتى دستوريا كانوا بيسمحوا للكنائس تبنى الكنائس وكانت الناس بتتكلم عن مسيح لكن للأسف جاء حاكم اخر والغرض تبعه مش عارف شو التعبير لكن اللي اتفاجأت منه بعض الشيوخ الاسلام قال هذا الشرع هذا الشرع الهي لازم يفرض على غير المسلمين في البلد اغلاق الكنائس طبعا هذا واجب ديني شرع شرع الله فابتدأوا باغلاق الكنائس في الجزائر وطبعا بعد شوي شو رح نسمع رح نسمع عن تطهير عرقي وتطهير ديني لهؤلاء المسحيين اللي بيمارسوا ديانتهم طبعا بحق وبيحترموا البلد وبيصلوا من اجل البلد فاذا المفروض يكون حفظ على العدالة وانا عاوز اقول لكل حاكم اتذكر انه في رب فوق كل القوانين في رب فوق كل شيء اشتركوا في القناة